اشتركوا في القناة والبركة فيما رزقتنا اللهم لا تقطع رجاءنا ولا تخيب دعاءنا واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 24 شباط فبراير القمر اليوم موجود في برج الحمل ورح ينتقل في ساعة الصباح لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء وطبعا القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و55 دقيقة من فجر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و51 دقيقة من قبل منتصف ليل الجمعة على السب لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر الآن موجود في برج الحمل لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بالضل طاقتنا عالية في هاي الفترة وعندنا نشاط كبير للعمل منكون أكثر تصميماً أكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضاً يجب أن نحضر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضاً في هاي الفترة أن أقل صبر بالتعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرعوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل من الآن لغاية ساعات الصباح يعني اللي بده يعمل فحص للعيون أو تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما فالفترة مناسبة جداً بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً لدينا اليوم بس زاوية وحيدة بطيئة يعني اليوم تقريباً هو آخر يوم لتأثيراتها بعدين لدينا زوايا برضو مع القمر وعننا خلو ومسار الزاوية البطيئة هي زاوية التثليت الإيجابية بين عطارد وبين المريخ وهاي تأثيراتها لليوم آخر يوم لتأثيرها طبعاً عند حدوث هذا الاتصال بين عطارد وبين المريخ بسود شعور عام بالوئام فبيسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي يعني دروتها رح تكون الساعة ستة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبيستمر تأثيرها لغاية ساعات الظهر تقريباً نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي آخر زاوية ما قبل خلو المسار رح تكون دروتها ساعة سبعة وواحد وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش طبعاً تأثير هاي الزاوية برضو من منتصف الليل ولغاية ساعات تقريباً الظهر بتنتهي بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار اللي مدته تقريباً ساعة وسبع دقائق تقريباً بيبدأ خلو المسار الساعة سبعة وواحد وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور فترة خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش القمر بنتقل وبصير في برج الثور عشان هيك من ساعات الصباح منشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا أو مناسبة عائلية بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال هي أول زاوية زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس رح تكون الساعة 7 ودقيقة مساء بتوقيت جرينتش طبعا تأثير هاي الزاوية ببدأ من وقت الانتقال وبستمر لغاية ساعات منتصف الليل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل بنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرايرا والشرايين والدم طبعا أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم هدولة اللي بيصيروا أكثر حساسية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها طبعا اللي من الآن لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بصير نعمل عمليات جراحية كبرى عمليات صغرى بجوز للأمرين برضو العنق والحنجرة هاي من ساعات الصباح وما بعد نفس الشيء يعني عمليات صغرى بصير ولكن عمليات كبرى ما بصير مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الثور خلو المسار القادم وحيكون يوم الأحد ستة وعشرين اثنين بيبدأ خلو المسار ساعة تنتين واثنين واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جراحيتش ويستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جراحيتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره أربع أيام في تمام الساعة ستة واربع عشر دقيقة صباحا بصير عمره خمس أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحيس الآن بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات الصباح بتصير منتحيسي بنسبة عشر في المية القمر في الحمل بدينتقل في ساعات الصباح للثور ورح يضل في الثور لغاية يوم ستة وعشرين اثنين سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة خمسة وعشر في المية في ساعات المساء بصير منتحيس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارت في الدلوح حتى يوم اثنين ثلاثة سعيد الآن بنسبة خمسة وعشر في المية في ساعات منتصف الليل بصير منتحيس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم ستة عشر ثلاثة سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاثة منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا منه الآن لغاية ساعات الصباح بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة عندكم نشاط وطاقة عالية جدا وبإمكانكم تسيطروا على أي أمر اليوم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم على حسب حقل اختصاصكم حسب أنتوا شو بتشتغلوا اليوم الأجواء إيجابية لغاية ساعات الصباح ممكن تهتموا بمظهركم أو ببعض التغييرات الأجواء جيدة وداعم لأيكم في ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبيت المال فطيلة النهار بصير يوم بيحمل معاه فرص مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات ممكن تتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن بعض موليد برج الحمل يعلجوا بعض المسائل الإدارية والتمولية اللي بتطلب توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بظل هذا اليوم كمان بيتطلب منكم الانتباه أكثر لها مجهودكم الجسماني ما تبالغوا بطاقتكم خلوا الأولويات هي الهدف الأساسي اعملوا بشكل روتيني يعني الأشياء الضرورية والعاجلة بس هي اللي نشغلوا فيها بتكونوا تظلوا منتبهين لغداءكم راحتكم عصبيتكم حديتكم ما تتخذوا أي قرار حاسم أما من ساعات الصباح القمر بوصل لعندكم بتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط بإمكانكم كنتبادروا لخطوة جديدة اتدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا هاي بداية مرحلة مميزة جدا الأهم شيء أنك تبذل طاقة كامل اليوم أو حاول أنك تتجه بأي اتجاه لأن الأجواء داعمة لك بقوة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بلش الضغط شوي يصير عليكم لأنه القمر بيقترب من بيت المتاعب ولكن من الآن لغاية ساعة الصباح بظل في عندكم نشاط اجتماعي أو لقاء الأصدقاء أو اتصالات أو حفلة مناسبة بتكون أنت مدعو لإلها أهم شيء أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك يعني ممكن تستغل بعض العلاقات لإنجاز بعض الأمور المهمة ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على الآخرين وإضبط عصابك أما من ساعات الصباح الأجواء بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم في هاي الفترة لأن القمر صار في بيت المتاعب لا تراهنوا على الحضوض ممكن تعانوا من بعض الركود أو مراوحة المكان حاولوا أنكم ما تجازفوا بصحتكم وبعلاقاتكم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح الأجواء ممتازة جدا للأشخاص اللي بدهم يقدموا على عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم في مكان عملهم أو إثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء بدون انفعال بدون عصبية بدون حدية طباع بدون مغامرات بدون مجازفات لأن هذا بيت السمعة سهل جدا أنك تشوه سمعتك بأي تصرف خاطئ فبدك تضبط أعصابك وتكون ملتزم أما من ساعات الصباح فبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوط بتقدر تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد لترى مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بيظل النشاط عالي جدا على مستوى السفر لبعيد والعلاقة مع الأجانب والاتصالات وفترة بالظل المناسبة للامتحانات أو إجراء المقابلات أو الترويج لسلعة معينة الأجواء يعني تدعمك وفيه كسب دعم وتأييد اليوم أهم إشي إنكم ما تهمل واجباتكم من الآن ولغاية ساعة الصباح وتستغلوا الوقت بقوتكم أما من ساعة الصباح فالأجواء بتصير مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن يكون في بعض القلق حول أحد أفراد العائلة أو تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم مش إنك ما ترتبك بالمواقف الحساسة لأنه الجو العام شوي في بعض الضغوطات برج العذراء طبعا بالنسبة لموليد برج العذراء بتظل الأمور المالية هي الأكثر اهتمامكم وهي اللي بتشغل فكركم الأجواء جيدة وبتحمل فرص متاحة لمكسب الوصيلة بشراكة مالية أو شراكة عاطفية يعني من الزوج أو الزوجة تحصل بعض الأموال أو تعويض أو قرد أو ميراث أو مطالبة بحقوق يعني بالأجواء هاي بتقدر تصحح أي خطأ برضو بالفترة هاي الأجواء جيدة أهم إشي إنك ما تخلي الإحباط يسيطر عليك بشكل كامل أما من ساعات الصباح فهو هنا الأجواء بتتغير تماما فهو هنا بتنشطه بأمور العلاقة بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل كبير بتعودوا للإمساك بزمام الأمور وتعتبر هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معاه وفي لبعض موليد برج العذراء يعني احتمالية سفر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيظل التركيز على أمور الشراكة يعني مقابلكم تماما القمر وهذا الشيء اللي بيسبب لكم ضعف بالطاقة اليوم جيد على من الآن ولغاية ساعات الصباح في تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وبظل الجو مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه بدك تتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية يعني بدك تضبط عصابك لأنه سهل جدا استفزازك في هاي ساعات أما من ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء أنه تفكر في مستقبلك اليوم قدم التنازلات اتراجع عن خطوة أو قرارات تسببت لك إزعاج أو عدوات برج العقرد أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل اليوم القمر الآن بدأ بمرحل المقابلة ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن تهتموا بأمور إلها علاقة بالوضع الصحي من المستحسن إنك تلتزم بعملك وتنصق بشكل جيد بين مختلف الأعمال عشان ما تداخل مع بعض عندك نشاط عالي مو صحيح إنه بلش الضغط فالطاقة مش كاملة فبدها بذل شوي الجهد عشان تنجز أعمالك وما تتراكم وتضطر إنك تأجلها أو تعمل عمل إضافي أما من ساعات الصباح فهنا القمر بصير مقابلك تماما بصير اليوم هذا مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون حاذر الإنفعالات بيصعب التفاهم معكم ممكن تقعوا في ورطة أنتو بيغنى عنها لأن الجو شوي متوتر ممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة فبدك تكون صبور وما تتدمر وتحط في بالك إنه هاي فترة خالية من الحضوض تماما برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بتزداد رابطكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء جيدة على المستوى العاطفي حتى على مستوى الحضوض احتمال أن يكون فيه قلق حول أحد الأبناء أو أحد الأحبة بيتميل له الترفيه التجميل التغيير الطاقة تاعتك الأجواء ما زالت جيدة ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على أحباءك أما من ساعة الصباح ورغم تراكم العمل إلا إنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم نظموا جدوى الغذاءكم خذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم طاقتكم عشان تحصدوا النجاح والأرباح خلال هذا اليوم وأهم شيء أنك تراقبوا وضعكم الصحي ممكن يكون فيه مراجعات طبية أو قلق من وضع العلاقة بالوضع المهني برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التركيز كله من الآن ولغاية ساعات الصباح بيكون على البيت وعلى العائلة والمناسبات العائلية فبترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بظل هذه الساعات مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الأفكار السودة اللي بتعيشها أو بعض الشكوك ممكن يصير فيه تبادل زيارات أو اتصالات مهمة وبارضو في بعض التوتر لا حدث إلو علاقة بالبيت ممكن أعطال مناسبة قلق على صحة أحد أفراد العائلة أشياء من هذا القبيل أما من ساعات الصباح الأجواء بتصير ممتازة جدا بترغبوا في التقرب من أحباكم متعزيزة العلاقة معهم بوسعكم ممارسة اليوم نشاط فني أو هواه معينة أو ترفيه بيطمئن بالكم نسبيا لأنه رح تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات بترغبوا في استكشاف مناطق جديدة وبتميلوا للسفر أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء رومانسية وناجحة ولكن زي ما حكينا ممكن يكون فيه قلق حول أحد الأحبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا النشاط بظل مسيطر عليكم من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنشطوا بالسفر القصير والاتصالات والترقلات ومنكم أشخاص ممكن يروجوا لمشاريعهم بنجاح برضو اليوم سرعة البديهة أو الساعة هذه سرعة البديهة بتنقذك من كثير مواقف أهم شيء أنه ما تبقى وحيد حاول أنك تبحث عن الأصدقاء والأحبة تعزز الروابط يعني الأجواء تقريبا فيها بعض الأجواء العاطفية أما من ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم مش أنه ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم ما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج ويحسوا لتحسين موقعكم خصوصا في العمل الأجواء هي أغلبها رح تكون تركيز على البيت وعلى العائلة ممكن مناسبة عائلية أو اجتماع عائلي أو حتى أعطال وبتطلب منك تصليحات أو ترميمات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص اليوم ممكن يحصلوا على هدية أو يستردوا أموال بتعودلهم أو يرتبوا موضوع دفعات فواتير مطالبة بحقوق لإلهم أو يسمعوا خبر سار عن جهة أو عن شيء بنتظروا الأجواء داعمة لإلكم ركزوا بأولوياتكم انتبهوا على أموالكم ما تغامروا وما تجازفوا أما من ساعة الصباح هو أن الأجواء بتتغير بشكل كامل لصالحكم أكثر بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة ومع الجران بحاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بتتعامل معهم بسبب حدية طباعك أو حتى تقلب مزاجك أهم شيء أنك تتفهم الآخرين ابقى هادئ ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية الأجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي قدرة على الإقناع ممتازة ممكن بعضكم يهتم لما وضيع إلها علاقة بالسيارات أو إلها علاقة حتى بالحوارات والنقاشات والامتحانات والترويج لسلعة معينة والأجواء داعمة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر